اهلا وسهلا ومرحبا. نتمنى تكونوا بخير اه وعلى خير اخترنا لكم هادو الموضوع ديال اليوم اللي فيه القيل والقال كذلك على المستوى الوطني وهالظاهرة اه للأسف اللي انتشرت في السنوات الاخيرة. مباشرة من تطوان كلمة في حق الابناء اللي كيلوحوا الوليد وليديهم فضاء العجازة وكيخليو وتيتخلوا عليهم بلا رحمة بلا شفقة. بجموعة ديالناس امهات وابا مو سنين كنشوفهم في دار العجازة او مليوهم في الشارع. وحنا في شوف تيفي يعني يوميا تقريبا كانت وصلوا هات الحالات الانسانية للأسف وكنشوفو هاد الحالات اللي كتألم في الحقيقة تقول لك انا ولادي سمحوا فيها. هادا الام دياله نضار العجازة. هادا الاب دياله نضار العجازة او هنسمح فيهم في الشارع او او او. شنو رأيكم واش هادو مسخك والدين بالشهادة? ام ماذا? طبعا هاد الشي اللي وصلنا له في هاد السنوات الاخرة شنو يا الاسباب? شنو يا الدوافع? وهناك نضار العنا الناس بالدرجة الاولى هو في حيقار اخور كتبقى فاقر كامل فقر عند الله. وتيقول لك الامديل والابديلي ما نسمحش فيهم. علما انك الناس الميصورين للحال. الناس اللي عندهم الفلوس وعندهم الخادام وعندهم الحاشام. وتيسمحوا في الاباء والامهات ديالهم وتيلوحوهم للشارع. كاي اللي كي يتلوحوه للشارع وكاي اللي تيمشين لدار العجازة. شنو رأيكم? شنو رسالتكم? واش كتعرفوشي حالة ما اسوية بكل مقاييس في هاد الحالات في حالكة? وما اكتروهم في المغرب الصراحة. ما اكتروهم. شنو رسالتكم? هادو ناس ما تيتق يعني الاقدام تحت الامهات. يعني اه هاد شي طبعا تيأسف متسبعنا. وهاد الظاهرة ديال التخلي ع الوالدين. كواشا خرطي تطيق طلبه انه يلوح اه الوالدين دياله في دار العجازة او في الشارع. الناس كتتقاتل ويقولك تقتل على بلادي واردي وولادي. لان الام والاب تيقوم بواحد دور تيتعذب من اجلك انت او انتي. وفاخر ما طاف منك تدير الفلوس او كتكبر او كتجوجك تسمح الوالدين ديالك يعني درجة انه تزيارة ولو في التاريخ والشغرافية كما تنقلوا ما كايناش. اذا شنو هاد الضمير ديال هاد الناس متسبعنا. شنو رسالتكم لهاد الناس. كلمة فحق الابناء اللي كيلوحوا الوليديهم في دار العجازة. وكيتخلوا عليهم بالرحمة بلا شها فقط. طبعا هاد شي اه تأسفوا تألموا لك يا دول مواضيع في الحقيقة اللي كتهمنا كاملين ان هاد نهضروا عليها باش نضيروا حد ان هاد المعاناة ديال هاد الناس. وانتو ما كتشوفوا الاغلبية ديال النساء كتقول لك انا ولدي او بنتي اه سمحت فيها. كين اللي ينصب عليهم. كين اللي يدالهم الرزقهم. كين اللي عندو شي باركة في الفنك مشخر رجاله. كين اللي باعلو رزقوه. كين علعو. عدو مشاكل اللي تعيشوها بجموعة ديال المواطنين. بغينا اراءكم. بغينا تعليقاتكم حول هاد الكارتة بكل المقاييص في الحقيقة. مباشرة من تطوان كلمة في حق الابناء اللي تيلوح والديهم. في دار العاجزة ويتخلوا عليهم بلا رحمة بلا شفاقة. هي في الصيف. يعني انتم ما كتعرفوا الان خطة درجة الحرارة. ساقطت المطارية الحمد لله اللي همت ربوع المملكة. ومشي عفشتة. يعني كيف يعقال ان الانسان عادي يخرج لالام ديالو الاب ديالو يلوحوا الشارع. هو نتيج يقول لك اللي انا المدام ديالي قتلينا مكة دير لي ومكستن علي ربك يخرج عليها. اه هناك حضر حالة اللي كنت صورت معااااااالزوجة ديالو اللي حديدته الويل situated كنزل عنده. اه اه سنة تقاربا. هنا في مدينة بطنة هادي حوالي واحد. اه اه juENTeen يوم اه في الصباح. وكان البرد البد القارس. واتااالسيدة ذات وفات الام ديالو والاب ديالو تزوج بالمرأة اه صغيرة. ومن لي تزوج بالمرأة الصغيرة كما كان قولو. احنا دارت بياس ولكتعليت على من عارف عالعموم و odpowCR pareتليس بالعموم. وكتب له الدار. ومن الكتب لها الدار قتلوا هذا الولدك اللي مزوج يخرج عليها. ولحته من الزنقة. وعنده الاخ دياله مزوجة هنا في تيطوان من رجل ديال الناس. دور اقتصاد دياله والله حسن العوانده. هو عامل اه مياوين. من اللي كانت المادام دياله عاد والدت قلت له جيب المادام. واج. طبعا. عز عليها الاخ ديالها مزوج بجدال وليدات ازمة خانقة. اكيد. هو كيقول من الوصل لتيطوان تفت عليه التليفون. انا تفهمت الوضع واشرحت له. انا درت معه المباشر قلت له شوف اخي. اختيك عزيتي عليها اوكي. ولا كي يمجو جب الرجل للناس. هذك رجل للناس هو فاقير ما عندوش كده. واش عايجي انت يستقبل الكنتا والميدان ديالك ويجد لوليدات. كيقول خطوان تفت عليه التليفون. قلت له ممكن يكون هو اطفال التليفون. الزوج دياله. ولقال اللي جلت ان تتخرج لي يعني تخلق مشكلة اصري اخر. اه الله يحسن لها ولا الاختك وليلك انتا. اللي هم تدخلوا المحسنين جمعوا لواحد البركة ومشب حالته ورجع للمنطقة دياله. اللي نبقى حاصل كلتي يم هو بجوع والبرد القارس. مازال صغير. والسيدة دياله طبعا مازال صغيرة عند اخي خمسة وعشرين ستا وعشرين سنة. وجود الوليدات وحديدة الولادة. عدو والدات. اذا شنو رأيكم في الابناء اللي تيلوحوا الوليدين ديالهون في ظهر العجزة. وخاصة الناس الناس الميصورين. الناس اللي عند الفلوس. الناس اللي عند الخدم وعند الحشب. وكتعرفوا شنو المعنى دي الخدم والحشب. اذا هنا متسبعين بغينا رسالتكم شنو اه رسالة طبعا لتوصلوا لهذه الناس. واش هذ الناس اه ما اه ما عندهمش ضامير. هاتي الحملة. ماذا هذ الناس ما عندهمش ضامير. واش ماتي حش بان ذاك الام دياله اللي كانت حاملة بيه تسعة شهور. وهي حاملة بيه وتقل. والمعانات. ومبعه وضعاته. وكتراقبه وتدله وتخسله ليكوش ومرضة طلعت له السخانة وكذا. اولا ذاك الاب دياله اللي تهوته يمشي تيشتغل. وتي تقاتل باش يجي يحميك ويفرك العيش الكريم. لان الاباء كاملين همهم الواحد والواليدين بصفة عمه انهم يكونوا ولادهم حسن منهم. اي حاجة. حاجة اللي ما نحقوهش الواليدين يقول لك لا احنا ما عملناش نديرو على الولدنا. وكذا. وفي اخير المعطاف كتفاجأ انه اه. تيلو حول وادين ديالهم في دور العجازة. او تيخرجوا من الشارع. او عدة اعتبارات. وهنا كنا شفنا واحد فيديو كذلك ذو واحد المهاجرة اه اعتقيد في فرنسا. اللي الاب ديال الابن دياله اللي جال مادم دياله قتله ما ماك ستخرج. سافيك تدب لابا. سافيك يقول لا سافيك. الزوجة ديالي ما بغتش. ستخرج للزنق. او فيديو اللي كان دردجك. ندو وزناه احنا في شوف تفي كذلك. هاتشي تأسف. وتألم في الحقيقة. لان ما عندد. معني قرام ديال الرحمة ما كايناش. اذا بغير اراءكم بغير تعليقاتكم متسابقة نشوف تفي حول هاد الموضوع. اه. شنون رسالتكم. واسبق لكم عشتوا هاد الحالة ديالش واحدة من المقرب ديالكم جيرا من العائلة من الاصدقاء. ما انتم النواش ولا كي الواقع واذا تفرض رأسه. ما انتم النواش ولا كي الواقع واذا تفرض رأسه. كما قلت. اه ممكن تكون شي جارة شي احدا كتعرفوها من المقربين من العائلة. هذه حالات لقدر الله اه كتوقع ووقع بكتير. وكتوقع بسخوك الوالدين ضرب الوالدين ديالو. هدا يعني شنو? انا بحقها لكومنت. لاننا مليكة ما عنا اخو الضرب الابن. الابن كان صحضر جريمة قتله وقعت في الخميس ديالالان جرابي اقليم تيطوان. ان هذا الفقيه كان المتزوج عنده ابن عنده تسعود الابنة عفوان مع الزوجة الاولى ومشي يجوز في الزوجة الثانية وقعوا شي مشاكل وطلق تانية وقام على الاولى وقعوا مشاكل. الزوجة والابن ديالها قتله اه يعني كتلم الابن والام دياله قتله الاب. يعني الزوجة قتل الزوج باش نوضحوا الصورة والابقت الاب دياله. يعني المرأة والدهاقت الاجلة. اه يعني اه شوفوا الامور في وصلت. شوفوا في وصلنا. شوفوا فين اوصلنا متسبينا. اذا نبغينا اراءكم. بغينا تعليقاتكم. اه شنو رسالتكم اه هاد الناس طبعا لا حول ولا قوتها الا بالله. هاد شي رجع طبعا تأسف وتقلم وتنعيشوه. يجي شي واحد يقول لك ولا قبح الله والفقر. انا ما كان هداش على الفقر الان كما قلت اهدرت على الناس اللي اه ما يصور للحياة. انا كنعرف الناس عند الفلوس. الفيلات والخادم والحشام وصنحوا في الوالدين ديالهم. طبعا هاد شي اه تأسف تألم. اه الوالدين احسانها ربي والصدع على الوالدين. ولكن واش الناس مثلهم القلب مثلهم الطمير مثلهم احاسيس. ما بقوش يتقلوا الله. ما كيخفوش انه داع ديموتو. يعني شنو هو اه شن هي رسالتكم عفوان من هاد الناس. لان هادوا الناس ما بقوش اه كما قلت تاي اه تاي تعاملوا بالجانب الديني. بزعة المادة طاغية. واش اقول عباد الله. الام ديال والاب ديالو تيشتغل اه عليه بالليل وبالنهار وخلقوا وكبروا ورباه. والمعاناة هاو مرض هاو سخن هاو طلعت له سخانة هاو معاو فيه الجوع هاو تيبكي عندك هاو طاح هاو مرض هاو ديال كبروا ديال من دراسة اجيبوا كره. اخل ما عطا بيخرجوا. بحل يخرجوا حلقوا ماما ويلوحوا في الزنقة. اه طبعا متسابين هاد شي اكيد ذاتي اسف تيقلم. بغينا اراءكم بغينا تعليقاتكم. اه واش كتعرفو كما قلت حالة مماثلة لان اه عقوق الوالدين اه طبعا 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 سعالي هاد شي تيقلم. واكيد كتعرفو شي حالة مماثلة. اه اختي قول علامات الساعة. الله يهدي ما خلقت بعدها مواضيع متسابينة اللي كتأسف وكتألم لان اه رجعت رجعو بزاف كما تنقولو. هاد شي اكتار. هاد شي اكتار وكتار بزاف. بغينا اراءكم. بغينا تعليقاتكم. بغينا بالفعل. اه ما بقوش نشوفو مثل الحالات ولكن اه اه هاد شي تيقلم. شنو رسالتكم هاد الناس. شنو رسالتكم هاد الناس. اللي تيلوحو الوالدين اللي دي لهم اخضر العزا او في الشارع قاب صفة عمّة. او في الشارع. لان اه كاين اه ناش اللي لاحو الوالدين دي لهم الزنقة. اما عندي ما نعمل لك ما عندي ما ندير ما عندي ما كذا. اذا انت البارح من اللي كنتي راضيع وكنت مازال صغير وما تعيد بات اللي يالي فايقين عليك. هاو طلعت له السخانة عندي وقع له عندي وكذا جربي له بيطال مشي هنا اجي هنا اجري هنا اجري هنا. دي الساعة. ولكن الان درتي الفلوس خرج شيهم من الزنقة. درتي الفلوس خرج شيهم من الزنقة. وكن عرف حالات ديال اه ناس اللي اه سيدة. ما يصورت الحال. دت الاراضي الام ديالها في الولد. وخلقت مشكلة الاسري ديال الاخوان ديالها. ودت خالها للحبس في سبة ديال هذه الاراضي. لان نتاقت فيها الام ديالها. مشات معها. وباعوها حقية على الارض كبيرة مبلغ مالي ومحترى مهم. الام كانت الارض في سميتها. مشات معها بنتها. وتكاتبوا. والبنت هيري شبرت الفلوس. سيدة بعت. وفلوس شبرتهم البنت. وفيرمون داس في حسر ديالها. وتقلبت عليهم. والله عونانكم. الفلوس ديالي. او دي الله يديك ادو فلوس ديالي. اذا شوف الحياة كيفاش رجعت. شوف الناس كيفاش رجعت متسبعنا. انهم اه رجعوا الناس العالم المادي. رجعت تيطغى على الجانب الديني طبعا. ولكن الاسف هاتش يتقلم. بغينا اراءكم بغينا تعليقاتكم. شنو رأيكم او رسالتكم الابناء اللي تيلوحوا الوالدين ديالهم في الشارع او في دور العجازة. للاسف شنو رسالتكم ان هاد الناس متسبعين قنا نشوف تفي. اللي اه كما قلت تيلوحوا اولاد الوالدين ديالهم في الشارع العام. لان هادو امور كما قلت متسبعين هادشي طبعا تيأسف وتيألم ولكن اه للأسف هادو ناس اللي اه كما قلت كما قلت هادو ناس ما عندهمش ضمير. ما عندهمش ضمير. طبعا هادو ناس بدون ضمير تقول ايا لطفي. هادشي طبعا تيألم. لان باش توصل الواقع هانا الانسان ني اه يلوح. الوالدين ديالو في الشارع العام. فصل الشتاء او الصيف او الربيع او مهم على مدار السانة. او اه دور العجازة. وما اكتر دور العجازة كي اللي بصراحة كيين بعد دور. اللي يعرفت تتحكي. وهنا كان سحضر اه اه دور العجازة في الدر البيضاء اللي كان وما كانت تعتقد كان زيارة ملكية وكانو خدوه الموسينين عندوهم لعكاب وشدو عليهم. وكانت طبعا تعليمات ملكية سامية. وكانت تعتقلو هادوك المسؤولين ديالو دور العجازة لانك نجمعو ديك المسنين جما. وهبطوهم واحد لا كاف بالجوع تد الزيارة الملكية. ولكن الحمد لله انه كان تدخل المباشر ديالعائي البلاد الملك محمد ساليس نصرها والله. على هذا الموضوع. اه ما اكتر كيين دور العجازة بصراحة اللي يعني شهدا لله اللي خدامين وكين دك الطابع. دك الطابع اه الانساني. دك الطابع الديني حاضر بقوة. ولكن كين بعض دور العجازة اللي بقرة حلوب. بيعو الشراخ الدام في الماكلة في كل شيء. اه وشهد الناس ما عنداش ضمير كدليك. وشهد الناس ما كنت تتقيش لله كيفاش انت دور العجازة اخر مهلوك كما كنقولو. وكتزيد انت ان تنهبلو في المعيدات ديالو. كنروش على الكل طبعا كنضروا لحالات بعض دور المسنين او العجازة اللي تنتمنى انا من هاد المباشر. ان تكون لزان ديالت في شيش سرية. ان هادو ناس لجان ديالت في شيش تكون سرية لانها تضل على زرفهم هاد المسنين وهاد ضحايا ديال المجتمع ديال ابناء ديالهم للأسف. انتمنوا انها تكون لجان تفتيش سرية وتوقف اكيد على الكوارد. توقف على الكوارد وهاتش اللي بغينا. ولكن نقوا في سياق ديالنا متسبعينها شنو رسالتكم. ان هاد الابناء اللي تيلوحوا الوالدين ديالهم من الشارع. ايه منظر العجازة. ايه اما. الاشارع. كي الناس كما قلت لكم. الناس عند الفلوس. ربي اعطاهم المال. لكن ما اعطاهم ايه الضمير. كي عرش بي ان الوالدين احسان هذيك الوالدين ديال كدريت فيهم صداقة جارية. مش هي صداقة جارية. يعني مطلوب يعني هي صداقة جارية زيما في العصل ولكن راه مفروضة عليك انت. انت اشوف عاملك مرد طلع لك عسخة لا تقدر مهلوك ولا رسة يحرقك ولا تدرك شي حاجة كيفاش كتحسب راسك. فانت يجي مهلوك. صور لنا الوالدين ديال كيفاش كانوا توقفوا معك بالليل وبالنهار. وانت ما زال صغير. درتي الفلوس كبرتي جريتي عليهم تزوجي درتي ولادك درتي حياتك جريتي عليهم من الشارع. او كينشيو عليك تقول له الام دياله عطيني مية درام كي يحلف عليك يقول له الله ما نعطيها لك. ما عنديش. اذا اه طبعا اه طبعا تشي تأسف متسبعينا بغناء اراءكم بغناء تعليقاتكم. اكيد هادو مرضي الوالدين ياك. هادو مال اللي مغطين بالرداء ومفرشين بالرداء. اه للأسف. للأسف. متسبعي قد نشوف تذي طبعا احنا ما زال معكم في الدردج الصباحية عبر الشواري الحالي لبيضاء. اه الصباحي ديالتي طواني يا هديجة وغائم. اكترنا لكم هذا الموضوع اليوم لانه اه في الحقيقة انا شوفت اه هاد الاسبوع بجموعة ديال الحالات المماثلة. هال للأبناء ابن قتل خاصة بعد ما الجريمة ديال خميس لانجرب دواحي او القليم تيطوان. وكذلك اه في دار البيضاء. هدا ضرب ام دياله. هدا ضرب الاب دياله. هدا جراء عليهم. هدا بسيفتهم العجازة. يعني كل واحد اه تعمل. اذا دائما لم تسبعينا. الله يلطف بينا في الحقيقة. دعوات ديالكم. دعوات ديالكم. الله يلطف بينا. هاد شي خطير. هاد شراها لا حول ولا قوتى اللي في الله. هاد شراها تيسف. تيألم. نريدنا نشوفه. ونسمعه مثال الحالات. ولكن هدا هو الواقع اللي خطنا اه انهضروا عليه. هدا هو الواقع اللي خطنا انهضروا عليه. اذا متسبعينا حاجة وحدة اللي يعني نقوله بصوت واحد. لا حول ولا قوتى اللي لا حسبي الله عنهم الواكيد. هاد الناس واش ما عنده مش ضمير واش نسو الارشيف شوف راسك في المناية رجع الالبوم تصور ديالك الشريف. رجع الاشريفة رجع الالبوم ديال تصور ديالك وشوف راسك انت كنت مازال راضي عبي بيف ديال ام و الاب ديالك. اذا كانوا مازال بالحياة اللي يطولهم العمر و اذا كانوا ماتوا اه الله يرحمهم. اذا كان نضرب صفة عامة. لان انت انت غدا ممكن تترجع اب اه بشي تعتنسي. اذا الناس اللي مازالوا الويدين ديالهم. وتخرجوهم للشارع والتي يلحوهم در العجازة. بسبب المال. هاد شي كامل. المال طبعا اغلبية هي الزوجة الرجل لانه مغلوب على امره يقول علي. وهذا الرجل اخي لها كان مغلوب على امره السبا ديال مادم دياله هانو نضيج مع راسه. او العكس صحيح. لانه اه الام منها واحدة. الاب منه واحد. الزوجة منها العشرة. هذه لغة معروفة. كنتعرفوها اكيد وعن نذكركم. الام ديالك رأى وحدة. الاب ديالك رأى واحد. لكن الزوجة جاءت هادي مالك ده لعنوناكين وحدة اخرى. جاءت وحدة اخرى. الزوج كذلك. ولكن اه الام ديالك توقع وحدة. عاديك امك يلي كين. المرارة تبارك الله الخير موجود. مع العنوسة معك ده مع الازمة مع رمينا. ولكن طبعا كين زوجات صالحات. اللي ي scratch' وبلها عقل فوق الشعار. وكينة اه myślę الشعوائى ده و كيني مزاف تخربية. Glory. ولكن في اخر مطاف. من اللي كيننا نموت مكين volumes. من اللي كيننا نموت مكين perse. الناس. من اللي كنت تتفسد في الماء العافيين ولا كنتمشي في ها الترح را ما كينولان. كل شي كيعجب الفلوس كلشكم كيعجب البلسيج كلش كلها كيعجب الخير. كعايشي تشميلة به خير. زيان وكي ربي خلق وفرق. راكي لوزير وكي الحمال اللي يدخل ديك البوطة. القنينة دي للغاز. وش لوزير عايز القنينة دي للغاز? لا. طبعا خصد ديك الحمال ديك العامل باش عايز يكون خوص مع هادا. وحيات هي مشة. هكا. ربي خلقين طبيب ساحة في غيط طبا فرعات الشفار. كل واحد وما اكتر هو مش فارة في المغرب. من واحدة المستويات. يعني هي الحياة مشة هكا. كل واحد اضطرد الخوص ديان. ايدان اه بعد اه بعض المرات كما قلت كتلقى هاد اه اه الزوجة طبعا. هنا هنا عدن نهضر العنصر النسي. وكان عدن نسحضر كما قلت الحالة دي الفرنسا. اللي اه الزوجة دياله قلت له الميدان ديالك ستخرج. الزوج يهضر مع الام دياله هي كتصور بكاميرا كالشيك يقول له خروج عليها مضارف خلقين انا عايش هاني مع مراتي اولادي خروج عليها. وفي فرنسا والسيدا طلعت من المغرب دالول الفيزا طلعت زيارة عائلية. يعني هنا ما عادي مختلفوش انا عادي نقولو كين بعد النساء طبعا كامهات بالعامل تسين وكده وكيدخلوا عاو شي شبوقات باش نكون واضحين. كيدخلوا في شي امور اللي ماشي ديالهم ديك الحب وديك الغيرة وبدك كده. ولكن المنظومة العامة هو شرر لابد دامين. ما اه بالمهل تتنكرب ودنجل ما عادي مكن شي لانا اه الناس اللي تيكبرو بعض المرات ممكن تلقى. اقرى بعض مرات تلقى الام ما زال صغيرة والابنت ديالها مجنجل ما زال صغيرة والام كده جيل غيرا مبنتها. وهذا مسألة تعتعرفوها كاملي. وهذا مسألة كتعرفوها كاملي. ولكن السؤال المتروح متسبعين هو اما الانسان يوصل الام دياله او الاب دياله نضار العجازة او يلوحو الشارع? اهدا مصخوت لوالدين خريج المعهد العالي ديال تمسخيط. خريج المعهد العائل ديال تمسخيط. متسبعين شوف تافيش شكرا لكم على تفاعل تعليقات. كلمة معكم معتاكي في كالعادة أمل ألقاكم باخير في مباشر اخر قبل ما نختم هذا المباشر. الله يخليكم ساهموا في التوعية صدقة جارية في سبيل الله. لأن احنا المشكلة عندنا هو ذلك الوازع الديني ما يبقاش عندنا. رجعوا الفلوس غلابة على على اي وعد. كل شيء يخصوا الفلوس. كل شيء يخصوا الفلوس بسرعة. آآ هو رب يخلقوا في الرقم ما قلت وذلك الحياة هي هذه. وتسبعينا. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. كلمة معكم معتاكي كالعادة. أمل ألقاكم بخير في مباشر اخر. الى اللقاء.